في الأول نتكلم على الأهلي احنا خلاص عشرين وربعة وعشرين نخليهم بص بقى ويع القرع بقى كان ايه المجموعة عاملة ازاي في ويع في المجموعة الرابعة مع شباب بلوزداد الجزائري يونج أفريكنز التنزاني وميدياما الغاني تمام ممكن ينادي الأهلي السنة دي أو كان جمهوره مترقب المجموعة الأمين خاصة من السنين الأخيرة كان دايما يكون معها ساندونز تلاقي دايما هالي السوداني وتلاقي مجموعة دايما مع عربة وفيها مشاكل فأول مجموعة أعتقد أول ما شاف أن ساندونز كده كده كان بعيد من قبل القرع لأنه كان في نفس التصنيف للأهلي تصنيف واحد التصنيف الأول فبالتالي ساندونز مش يجب مشاريع مع الأهلي خالص كان يمكن بس فيه بعض الترقب الهيل السوداني عشان المناوشات اللي حصلت فيه السيزون اللي فات أخي اللي فات أخي تحديدا يعني لو تفتكر يكون هناك نفس المكان وقلنا النادي الأهلي عنده أمل كبير يوصل بس وكانتش مشكلة يعني كانتش مشكلة في المستوى الفني للهيل السوداني أنا فاهم نقصد كان فيه يعني كان فيه منافسة قوية وجلال كان قابقة قابقة بسانا وقدنا من التأهل على حساب الأهلي ويتحبين من بطولة تفتكره كنا نتكلمني هنا قبل القصة دي خالص وأن الأهلي قادر أنه هو يلعب على حصوصه ويكمل وفعلا يكمل لحد الآخر ويخد اللقب رقم 11 فأعتقد كان بعض الألق أنه بفيه مواجهة مباشرة مرة تانية لكن الناس لما شفت القرى ارتاحه نفسيا أنه ما فيش سندونز ما فيش الهلال ممكن لأول مرة في آخر 4-5 سنين فبالتالي الموضوع نوع ما نفسيا مريح ولكن عمليا المجموعة مسهلة المجموعة برضو بفعش فاقة أي سهلتار كيسا أقولك برضو يرأة يعني مش سهلة المجموعة طبعا شاب بالوزد الجزائري فريق محترم جدا جدا طبعا ومين باب يدربه دلوقتي فاندنبروك اللي هو كان مدرب الوداد في نهاية السنة اللي فاتت فالمدرب عنده زاقول كده بلغط كرة طار في الملعب عاوز يخلصه من نادي الأهلي هو قبل كده إنه هو النادي الأهلي هو اللي حرمه من الفوز بدورة بطالة أفريقيا إنه هو حق إنجاز تاريخي مع الوداد إنه تيجي طبعا واحد واحد في قلب كذابلانكا ملعب محمد الخامس فأعتقد الماتش ده تحديدا هبقى فيه عنصر قوة أو فيه المنافسة قوية إن المدرب شايل من نادي الأهلي شوية وعاوز يعني يرد اعتباره كرويا ميديام الغاني أكيد فرقة مش كبير ولكن هزل برضو الفرق الغنية وفرق غرب أفريقيا بتلعب كرة كواس جدا جدا وبيعملوا مشاريع عشان يطلعوا شباب كتير صغيرين مميزين تمهيدا لاحترفهم في أوروبا برضو فباعد يخاف من الفرق الشبه كده ينجي أفريقيا زي تنزاني تنزانيا بقى لها فترة فيها كرة قدم قوي جدا جدا والأهلي عنده تجربة قريبة مع سنبا التنزاني برضو في الدولة الأفريقي البطولة الجديدة بعد التوقف الدولة مباشرة فأعتقد مباراتين سنبا مهمين للأهلي عشان أجواء تنزانيا لما لعب ينجي أفريقيا ناخد بالنا أن البطولة هتبدأ على طول فيه عندنا أربع ماتشاط في 23 يعني دول المجمعات ست ماتشاط فيهم أربع ماتشاط في 2023 الدولة بطول الأفريقيا هنرجع بقى للنظام اللي هو السابت عشان الناس اللي بعرفة الكلام ده من دلوقتي ماتشاط دولة بطول الأفريقيا هتكون جمع أو سبت وثلاث ماتشاط يكون فدرالية حد أو أربع مفيش في أيام تانية يعني هتبقى أيام سبتة مفيش فيها أي خيارات أو تلافات يمكن دولة الأبطال بس عندهم اوبشن يختاروا جمع أو سبت بالتنصيق مع الكاف عشان يحدد الماتشاط هنبدأ 24 و 25 نوفمبر عايز أقول لكم من 24 نوفمبر لحد حوالي 19 ديسمبر هتتلاعب أربع مباريات يعني في شهر واحد أربع أسابيع متتالية هتتلاعب أربع جوالات في دولة الأبطال وفي حقوق الفدرالية يمكن الأهلي هيلعب ثلاث ماتشاط فقط مبارا ربع مهددة بالتأجيل اللي هي هكومة عشاب والزداد في الجزائر والسبب طبعا مشاركته في كاس العام الأندية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر فبرضو ترت ماتشاط دول بروفة كويسة جدا جدا للأهلي يستعد قبل مواجهة الاتحاد السعودي أو أوكلان سيتي نيوزيلاندي في كاس العام الأندية ده بالنسبة للنادي الأهلي دكتور شايف أيهما أصعب أمام الأهلي بلوزداد ولا يانج أفريكات لا الاتنين هبقى فيهم صعوبة زي أقولت من شوية شاب والوزداد الجزائري فكرة مداربه فاندنبروك اللي هو كان مدارب الوزداد فالراجل هبقى مركز جدا إنه عاوز يطيح بنادي الأهلي أو على الأقل يتفوق عليه في المجموعة يبقى نفسيا إنه تتفوق عليه في النهائي الأبطال فانا عايزة بقى أفضل منك في دول المجموعة لكن أعتقد ترتيب ماتشاط الأهلي ممتاز جدا يعني هو هيبدأ بمدياما الغاني هنا في القاهرة إن شاء الله بعد كده هيطلع بره لفريق يانج أفريكانز في تنزانيا بعد كده هيرجع مرة تانية للقاهرة هلعب شباب بروزداد هنا زي ما قلت لك المباراة الرابعة ربما تكون مؤجلة هتكون 19 ديسمبر بالنسبة للباراة قد تؤجل الأهلي إن شاء الله لما لعب تحجات ده أو أوكلاند إن ربنا كرم وصل لقابل النهائي هيلعب مع بطل كوبا ليبرتادورس يوم 18 ديسمبر فمسحلة 18 و19 مش هينفع فبالتالي المباراة هتكون مؤجلة دي هتكون في الجزائر ربما تؤجل أسبوع ربما تؤجل أكتر هنشوف الكافة هيحدد إيه لأن إحنا مزنوئين بعدها في يناير في كاس أم أفريقيا فربما المباراة تؤجل للعامل بعد كده أو تؤجل لمدة أسبوع لما الأهلي خلص مهمته في كاس العامل هلجع بكده الجولة الخامسة هلعب ميدياما في غانا هيختتن برضو ماتشاته في القاهرة أمام ينجي أفريكا فأعتقد ترتيب الماتشات معقول جدا بالنسبة للنادي الأهلي ومهم إن أول تلت ماتشات يحصل على الأقل سبع نقاط هيريحوه كتير لسا أقول لك بقى ده المهم يعني ما نعتمدش إحنا عادة متعودين للأهلي في الأول ممكن يعني يصدمنا بس بعد كده بيرجع مرة أخرى للأهلي بس بيصعبها على نفسك ودي عالفتك لا دي حاجة غريبة فعلا كل مرة بيحصل كده يتعثر شهر المجموعات ويصعد بصعوبة وحتى الأهلي مشكلته في المجموعات أول ما بيروح الدور الخروج المغلوب بيتحول وده ممكن بيترفع شرقنا للأفرق والعرب ولو أول ما يخش دور الخروج المغلوب بيبقى فريق تاني خالص ويتحول ويبقى فريق مرعب لأي فريق بنفسه نتمنى أنه يريح نفسه بس يعني إحنا وصلين فيه طبعا بصعوبة لا بس خلاك فيه ضغط مغارات كبير جدا جدا ما بالضغط عشان هو عنده ضغط فأعتقد أنه الأفضل يعني يبتديها من بدري لأنه بعد كده هتبقى الضغط لو استمرنا بالرتم ده هتبقى صعبة تخيلي أن إحنا في بداية الموسم والنادي الأهلي أخذ أربع بطولات مختلفة نتكلم في لعب خمس مانشاط في أربع مانشاط في لعب سوبر أفريقي لعب دوري محلي لعب في دوري أبطال أفريقيا لعب في كاس مصر لنسخة السنة اللي فاتت فبنلعب في أربع بطولات في خمس مانشاط في بداية الموسم وعنده بورا بكرة مع الإسماعيلي هيخلص فيه توقف دولي أسبوين هيرجع للبطولة الخمسة اللي هي الدوري الأفريقي يعني تخوض خمس بطولات مختلفة سواء محليا أو قريا وبعدها على طول هيخوش كاس عاملانديا البطولة السادسة اللي هو لسه ما حصلش تلت موسم وشارك في ست بطولات أعتقد ضغط دي جدا جدا محتاج يركز كويس قوي يعني حاول يركز ومحتاج أنه برضو يعني يرتاح إن كان نفسيا أو حتى بدنيا عشان يقدر يؤدي ترجمة نانسي قنقر